أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة وحضر ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية من انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء مضيفا أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حد فيما أعربت مقررات الأمم المتحدة الخاصة والمعنية بالحق في الصحة عن قلقها من استمرار الهجمات والمضايقات والتهديدات بالعنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمنظمات الإنسانية والمحددات الأساسية للصحة في قطاع غزة بما يدفع الوضع الإنساني إلى أبعاد خطيرة